السلام عليكم وأسأل الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم جميعا أيها الأصدقائي والكرام في كل مكان مع هذا الموعد التقني جديد فيديو اليوم إن شاء الله سوف نتعرف من خلاله على جهاز شيوي جي بوكس مني بيسي الجميل في هذا الجهاز أصدقائي الكرام أنك تستطيع القيام بجميع المهام كما ولو كنت تتوفر على جهاز الكمبيوتر هناك من سيسمع الجي بوكس وهناك من يسمع التيفي بوكس الجي بوكس يعمل بنظام رسوماتي ويندوز أو لينيكس أما التيفي بوكس يعمل بنظام الأندرويد بالنسبة لنظام الويندوز فليس هو نظام الأندرويد نظام الويندوز يعطيك واجهة رسوماتية تستطيع من خلالها القيام بمجموعة مهام تقوم بتنصيب البرامج عمل منتاج الجرافيك تلعب ألعاب البيروتيك يعني كل ما يحلو لك يمكنك القيام به من خلال هذا الجهاز يعني ميني بي سي جي بوكس شيوي تستطيع تحكم به بواسطة الكايبورد والأيرموس أو حتى الفأرق من بين المعدات التي تأتي في العلبة أو في الكارتونة سنتعرف عليها بعد الفاصل ونواصل إن شاء الله لنتعرف على باقي تفاصيل السوفتوير إذن هذه هي علبة شيوي جي بوكس ميني بي سي يعني سنقوم بفتحها مباشرة لنكتشف ماذا تحتوي من الداخل فأول الأشياء لدينا الجي بوكس أو الميني بي سي وزن تقيل نوعا ما ثم بعد ذلك سوف نكتشف في هذا المكان يعني بالضبط هناك الريموت كونترول يعني حتى من ناحية الأمبلاج يعني شيء جميل جدا يعني سوف نكتشف ماذا تحميل أول شيء أضافتر ثاني شيء يعني الريموت كونترول ثم يعني الدعامات لتركيب الجهاز خلف شاشة التلفاز ثم كابل الكهرباء يعني هذه طبيعة الحال من بين المحتويات التي تأتي مرفقة مع الجهاز شيوي جي بوكس ميني بي سي وعلى فكرة فالريموت كونترول هي عبارة على آير بوس يعني ليست ريموت عادية وهذا هو الجهاز أصدقائي الكرام يعني يحتوي على مجموعة من المداخل الخاصة بالتشغيل من خلال الواجهة الأمامية نكتشف مدخل تايب سي مدخلي يو اس بي إصدار ثلاثة نقطة صفر مدخل ميكرو اس دي وزر للتشغيل وإطفاء الجهاز هذه هو جهاز الجهاز من الأعلى يعني يبدو أن الجهاز هو غيمينغ يعني في الشكل يعني وحش على ما كما يقولون من الخلف يوجد مكان لتتبيت الجهاز خلف الشاشات ومن الواجهة الخلفية نكتشف مباشرة أنه يتوفر على مدخل فيجية مدخل HDME مدخل LAM مدخل 12V DC وكذلك مدخل USB 2.7 ومدخل خاص بالسماعات إذن أصدقاء الكرام فعند الدخول مباشرة إلى الجهاز وكما نشاهد بشكل مباشر نستطيع القيام بكل مهام ويندوز عشر كامل متكامل فهذا الجهاز لا يعمل بإصدار ويندوز عشر بوكت أو ويندوز عشر فون أو غيرها يعمل بويندوز عشر كامل يعني إصدار خاص بالكمبيوتر أيها الكرام باتصالحيات مفتوحة وليس هناك أي مشاكل فأول شيء يعني سنقوم به هو سندخل إلى الأنتوتي بنشمارك لكي نعرف أو نتعرف على قوة الجهاز في تشغيل أي شيء نريده من خلاله إن شاء الله فبعد الدخول فسنلاحظ أن السكور أو عدد نقاط ميو عشرين الف ومية وكمس واسبعين جيد جيدا بإطراوه الطروة يعني اegtنى ١٢٠ المية وجوج بينسبة الإعزين يعدنا ٥٢٤٤٤٧ الدخول عدنا ال stip hay أو وحداء المعالجة المركزية أعطانا فيها سد� ٢٣١١١ scooters بنسبة لي رام 5511 يعني هذه الخصائص بالنسبة للميني بي سي أو هذا التنقيض بالنسبة للميني بي سي يعتبر جيد أيها الأصدقاء سوف نتوجه مباشرة إلى أنفو ونتعرف على باقي الخصائص بالنسبة للنظام هو ويندوز 10 10.0.16 293 إصدار كامل وقانوني بحيث أنك تتوصل بمفتاح خاص بك لتفعيل النظام أيها الكرام بالنسبة للغيزوليسيون عندنا 1920 في 1080 يعني جيد جدا بالنسبة للمعالج أو الـ CPU عندنا أنتل سي ليران 4100 CPU 1.10 جيجا هيرز أي هذا المعالج هو من الجيل الرابع نعم أصدقاء الكرام من سي ليران بالنسبة ل يعني العدد النوات يعني أربعة يعني كواد كور لدينا كذلك الـ CPU يعني رندر يعني هي أنتل UHD جرافيك 600 يعني هذه بالنسبة للغرافيك كارد بالنسبة للـ CPU يعني الـ دايراكت رواد دايراكت رواد 11.0 بالنسبة للـ CPU ميموار يعني هي 1111 ميجا بايت يعني هي 1 جيجا كاملة الأوصاف يعني تستطيع تشغيل من خلالها البرامج التي تتطلب غرافيك عالي والألعاب كذلك ولكن ليس بتلك الكفاءة التي يعتعها دونها يعني في أجهزة الجيمينغ يعني يعني 64 جيجا بايت كمساحة تخزين داخلية خاصة بالنظام قابلة للتمديد من خلال SATA اكسترنال أو حتى الـ SD كارد بالنسبة لبعض الخصائص الأخرى المتعلقة بالسيستام يعني سوف نتعرف كذلك على يعني كما نشاهد يعني 4 جيجا بايت رام كذلك لدينا بروسيسور 1.10 كما نتابع 64 بيت يعني نوع النظام هو 64 بيت أي تستطيع تشغيل عليه برامج 64 بيت هي التي تكون متوافقة معه بشكل كامل كما أن الجهاز يتوفر على Wi-Fi Dual Bond يعني 2.4 جيجا هيرتز وكذلك 5 جيجا هيرتز يعني تستطيع من خلاله التشغيل أي شيء بصبيب يعني مرتفع نوعا ما ويكون متوافق مع الرواتر الحديثة يعني جهاز أظن أنه مفيد بالنسبة لمن يحب الأناقق والجمال يريد العمل على نظام الويندوز بتكلفة أقل بالجهاز التلفاز وهناك من سيقول أنه هناك أجهزة رخيصة وتعمل بنظام تشغيل الفرق إخواني الكرام بين تلك الأجهزة التي يقصد بها التيفي بوكس وهذه الأجهزة التي يقصد بها الميني بيسي أو الجي بوكس هي أجهزة تعمل بنظام رسوماتي حقيقي مفتوح المصدر تعمل به أي شيء تضيف عليه برامج تضيف عليه يعني كل ما يحلو لك هذا الشيء الذي أعجبني فيه لأنني سوف أعمل به إن شاء الله إذا كتب الله بالمونتاج والأتواش يعني من بعد بالنسبة كذلك كما قلت لكم للتطبيقات فالتطبيقات خاصة بشركة مايكروسوفت تستطيع يعني القيام بأي شيء بدون أي مشاكل يعني جهاز كامل متكامل ويبقى أفضل من أجهزة التي تعطيك صلاحية محدودة في تنصيب التطبيقات فقط إذن أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو فعلا جهاز على ما أعتقد بالنسبة لمن يريد أن يعمل بشكل اقتصادي على نظام الويندوز ولا يحب العمل على أجهزة التفي بوكس فأنصحكم بهذا الجهاز لأنه بالنسبة لي يبقى أفضل اقتصادي في الخصائص ليس بقوي ولكن يوفر لك كل شيء وما ترغب به من خلال نظام الويندوز تمنى الجهاز كما يظهر لكم في الشاشة يمكنكم شرائه من خلال موقع شيوي يعني موقع شيوي الذي يوفر لك عدة متاجر إلكترونية لشرائه بشكل مباشر وأرجو كذلك أن أكون قد وفقت في طرح لكم مواد هذه الحلقة وهذه الحصة وأضرب لكم إن شاء الله موعد مقبل بحول الله هذا أخوكم سعد يحييكم في أمن الله اشتركوا في القناة